جداً يا رب دايماً مبسوطة ويا رب دايماً بتحقيق كل اللي نفسك فيه والحقيقة أنا أول مرة أستضيف نجمة وفنانة عندها جانب غير الجانب الشخصي والحياة الفنية جانب إنساني واجتماعي ومهتمة بحاجة اسمها أطفال ويعني فيه تفكير مختلف يعني فيه حتة مختلفة والله الحمد لله علشان كده أم بقولك أنه موضوع الفن أو الدراما هو مش الأساس بالنسبة لي فعل علشان كده الحمد لله يعني ربنا وفقني لده الحمد لله وعايز أقولك أنه كمان من أهم الحاجات اللي حصلت للفترة الفاتت أنه أنا عملت المصرحية بتاعت المجلس القومي للمرأة مصرحية اللي رسمت الطريق وقمت فيها بدور مهم لأن المصرحية كانت بتكلم عن نضال المرأة على مدار مئة سنة وكان فيها الفنانة نهال عمبر عاملة دور هدى شعراوي والفنانة عبير مونير عاملة دور صفية زغلول وأنا كنت عاملة دور درية شفيق أنت ونصرة المرأة طبعا من الرائدات آه جدا جدا فأتعمل ليها بقلب قوي واستمتعت جدا لأن المصرحية إخراج الأستاذ أحمد سامير رايان وغنيت فيها ومثلت وأنا ما كانش عندي تجارب حقيقية في المصرح كبيرة يعني فكنت مبسوطة بالتجربة دي جدا وزي ما أنت قلتي أن الواحد يبقى عنده قضية يعني مهتم بيها ويوظف الموهبة بتاعته ليها دي أحسن حقيقة برافو عليك دايما يا رب كده متقلقة ودايما في نجاح ودايما زي ما أنت جميلة ونشوفك إن شاء الله في العمل اللي جاي إن شاء الله آخر حيكة أمر هادية نستنى العمل اللي جاي دراما في حاجة جاية بسة؟ إن شاء الله فيه فيلم بمناسبة السينما فيه فيلم والمفروض إن هو دور مهم جدا وخوي جدا ومع زملاء أعزيزين على قلبي جدا وأنا فرحانة بهم وشغلهم شغل جميل وحيتلع إن شاء الله جميل جدا إن شاء الله تنوري السينما زي ما نورتي دايما الدراما ونورتين النهار ده في حديث المساء في مصر نورت الدنيا كلها شرفتين نورتين بسطت جدا وجودك معنا شكرا ناسمين شكرا الوقت الحلو دايما بيمر بسرعة